هل ربما ذلك ما تفضل به ضيفنا الآن هل ربما ذلك هو السبب الرئيسي في أن أوروبا منزلت منشغلة كثيرا عما يحدث في ليبيا يعني سؤال واحد فقط للتأريق حتى كيف دخلت كل هذه الكميات من السلاح إلى ليبيا رغم الحظر الأوروبي على تصدير السلاح إلى ليبيا نعم تحية لك والمشاهدين والضيف الكريم أعتقد بأن الأوروبيين الآن بدأوا يستشعرون بأن هناك معركة قادمة في الفترة القريبة هم يعرفون أو هناك مؤشر نوعا ما لدى الأوروبيين بأنه لا يوجد توجه لأن تكون معركة شاملة ربما استعراض للقوة أو مناوشات سريعة تنتهي بالذهاب إلى طاولة المفاوضات ولكن تركيا تضغط بأقصى طاقتها مع حكومة الوفاق لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة لتكون قوية نوعا ما على طاولة المفاوضات هذا من وجه النظر الأوروبية بشكل عام فرنسا تخالف وجه هذه النظر وتقول بأن الأمر هو أكبر من ذلك والأمر هو قد يستدعي في مرحلة ما سيطرة عسكرية ومعركة عسكرية شاملة يجب أن يكون الأوروبيين موجودين فيها وهذا ما استدعى توحيد الموقف الأوروبي كيف دخلت كل تلك الأسلحة رغم العملية العسكرية أو العملية البحرية الأوروبية هناك جسر جوي بين تركيا وليبيا العملية البحرية الأوروبية فقط عبر البحر وأيضا لم تستطع تأمين كامل الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا وبين تركيا هذه نقطة لأن أيضا الناتو لم يكن مشترك في تنفيذ قرار مجلس الأمن وأيضا الدول المعنية لم تكن مشتركة هذه القوة البحرية كانت قوة أوروبية منفصلة عن عمليات الناتو وأيضا لم يكن هناك أي قرار أو أي دفع لتأمين أو لفرض حضر الأسلحة الذي كان يأتي عبر جسر جوي وطائرات تنتقل من تركيا إلى ليبيا وأيضا عمليات نقل الأسلحة ما قبل تنفيذ هذه العملية هذه النقطة الأولى بالنسبة للأوروبيين النقطة الثانية بأن لديهم قناعة خاصة ألمانيا وإيطاليا بأن تركيا لن تستطيع الدخول بمواجهة عسكرية كاملة أو شاملة خاصة بعد التأكيد المصري بأنهم سيدخلون إلى ليبيا في حال تجاوز خط سير والجفرة والأمر أصبح محسوم في الأوساط الدبلوماسية العالمية بأن الأمر ليس تهديد فقط ليس كلام فقط عندما سيتم تجاوز خط سير والجفرة ستندلع مواجهة عسكرية بين مصر والتركيا وأيضا سيسبب هذا الأمر خلخلة في نظام الناتو لأن تركيا ستفعل تلقائيا المادة الخامسة من حلف الناتو وبالتأكيد أو هذا المؤشر الموجود الحاليا بأن لا توجد أي دولة أوروبية أو دولة في المنطقة عضو في الناتو ستقف إلى جانب تركيا هذا أيضا سيساهم بخلخلة نظام الناتو من الداخل فرنسا أعتقد بأنها ستشترك بالمعركة العسكرية وإن كان بشكل غير مباشر وعندما أرسلت طائرات رفال فرنسية للتحليق قرب سيرت هي تعطي رسالة عسكرية نوعا ما بأن الجيش الفرنسي أو القوات الفرنسية تستطيع الوصول إلى هذا المكان هناك تعويل لدى تركيا أو لدى الأطراف الأخرى بأن الأوروبيين يتحدثون فقط بأنهم لم يستطيعوا فعل شيء مع التذكير بأن فرنسا والأوروبيين كانوا رأس الحرب عام 2011 أو 2012 بالحرب على ليبيا سواء كان خطأ أو صحيح هذا كلام آخر ولكن هم تحركوا بسرعة وقد يتحركون مرة أخرى لأن حسابات الأوروبيين هي أكبر من موضوع ليبيا تتعلق ببوابة أفريقيا للهجرة ومصالح الأوروبيين في شرق المتوسط وحكومة النفط والغاز بالتالي الآن إذا ما كان هناك تجاه لمعركة عسكرية الأوروبيين سيكونوا موجودين فيها أو فرنسا على الأقل اشتركوا في القناة